الزواج المؤقت المتعام ما هو الزواج المؤقت؟ هو يشبه الزواج الدائم من حيث العقد والمهر والولي يعني في الباكر في الرشيدة في غير الرشيدة الولي يحتاج لم يحتاج نفس البحث الموجود في الزواج الدائم يجي البحث هنا ولكنه يختلف معه في تحديد مدة الزواج وعدم احتياجه إلى الطلاق بعد انتهاء المدة كما أنه يختلف في بعض الأحكام المتعلقة بالزواج كالنفقة والأرث والعدد والعدة والعدة وما شابه أدلة الشيعة على تحليله يعتمد الشيعة في قولهم بتحليل زواج المتعام على آية من القرآن الكريم وعلى السنة وأقوال بعض الصحابة وينفون حصول الإجماع على تحريمه أما الآية الكريمة فهي قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة من الله النساء 24 وقد روي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود أنهم قرأوا هذه الآية بشكل آخر فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة وفي ذلك تصريحن بأن المراد به زواج المتعام طبعا هذا الرواية مرجوزة بالبخاري وليس فقط عند الشيعة وقد قال الرازي في تفسيره لهذه الآية أن المراد بهذه الآية حكم المتعام وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال المعلوم لأجل معين فيجامعها هذا انفسر الرازي يقول وأخرج البخاري في صحيحه طبعا روايات كثيرة في البخاري أنا أقطط في بعض الروايات جزء الثاني صفحة 176 عن أمران بن حسين أنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات صلى الله عليه وآله قال رجل برأيه ما شاء يقصد أمر بن الخطاب أنا هذا اجتهاد من عند رأيه هذا مو حكم إسلامي حكم إداري يمكن يكون وأخرج مسلم في صحيحه جزء الثاني صفحة 1024 عن أب الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقوضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر حتى نهى عنه أمر في شأن أمر بن حريض طبعا في آخر حيات أمر وأخرج مسلم في صحيحه جزء الثاني صفحة 119 عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليس لنا نساء فقنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيباتي ما أحل الله لكم ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين المائلة 87 وروا أيضا في كتاب النكاح باب 3 قائلا حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أمر بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلم بن الأكوى قال خرج علينا منادي رسول الله فقال إن رسول الله أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء وحدثني أمي بن بستام العيشي حدثنا يزيد حدثنا روح عن عمر أن رسول الله أتانا فأذن لنا في المتعان وحدثنا طبعا روايات كثيرة أنا أختصرها حتى لا أطول عليكم أنه في روايات كثيرة في باحة المتعان وبناء وروا الإمام أحمد بن حنبل في مسنده جزء واحد صفحة 52 عن أبي نظرة عن جابر قال تمتعنا مع رسول الله ومع أبي بكر فلما ول أمر ولي أمر خطب الناس فقال إن كانت المتعتان على عهد رسول الله حلالا وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما وأنا أحرمهما لم يقل النبي حرمهما وبناء على الآية الكريمة غير المنسوخة هكذا يقول الشيعة الآن هذه روايات السنة يعترف بها الشيعة طبعا وبناء على الآية الكريمة غير المنسوخة وهذه الأحاديث النبوية التي يرويها أهل السنة وروايات أخرى لديهم عن أئمة أهل البيت يبيح الشيعة زواج المتعة وينكرون أن يكون الرسول الأعظم قد حرمه تحريما مؤبدا وينسبون النهي والتحريم إلى الخليفة الثانية عمر بن الخطاب الذي اجتهد بعد حادثة عمر بن حريث حيث قال متعتان كانت على عهد رسول الله وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج وإن جملة وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما تدل على أن هاتين المتعتين كانت حلالا طيلة حياة النبي وحياة الخليفة الأول أبي بكر ولذلك فقد ذهب كثير من الصحابة إلى مشروعية المتعة خلافا لما ذهب إليه عمر وأنكروا عليه نهيه وعلى المتعة منهم الإمام علي عليه السلام وعبد الله بن عباس بل وعبد الله بن عمر الذي كان يراجع في موقفه المخالف لموقف أبيه فيقول سبحان الله نقول لكم قال رسول الله وتقولون قال عمر طبعا المسلمين عامة الآن لا يأخذون بتحريم عمر في متعة الحج متعة الحج يعني بين الأمر والحج هناك منطقة منطقة فراع أيام أو مدة معينة فالإنسان تحل له النساء في هذه الفترة أو لا تحل عمر نهي عن متعة الحج قال لا اللي يذهب الحج بعد أبداً ما يحق لا إلى أن ينهي الحج حتى بالفترة الفاصلة بين أداء الأمر وأداء الحج ما يجوز الأقتراب من النساء هذه الآن ما حد ما يأخذ فيها إضافة إلى عدد آخر من الصحابة مثل أمران بن حصين وأبي بن كعب وأسماء بنت أبي بكر وجابر وابن مسعود ومعاوي بن أبي سفيان وعمر بن حريث وأبو سعيد وسلمة ابن أمية ابن خلف وبعض التابعين كمجاهد وقتادة وشعبة وأبو ثابت وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة ومنهم ابن جريج ثم اختلفوا في نسخ هذه الإباحة أنه نسخت أو لم تنسخ وفيما إذا كان النسخ من النبي الأعظم أو من الخليفة أمر بن الخطاب رضي الله عنه ولكنهم يقولون بأن التحريم لم يكن من الرسول وإنما هو بقرار أو اجتهاد من الخليفة أمر بن الخطاب ولا اجتهاد في مقابل النص هكذا يقول الشياء ويقولون أيضا بأنه لم يثبت نسخ الآية ولا توجد أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله بنسخها حيث أن الروايات في هذا الباب لا تعد أن تكون أخبار أحد وأخبارا ضعيفة السند متناقضة المتن حيث تذهب إلى إباحتها وتحريمها عدة مرات في مواطن متعددة منها يوم خيبر ومنها يوم الفتح ومنها في غزو التبوك ومنها في حجة الوداع أي أن حكم إباحة المتعة قد نسخ مرتين أو ثلاث مرات أو أكثر وفوق ذلك فهي معارضة بالأحاديث الواردة عن أهل البيت عن الرسول ولو كان هناك فألا ناسخ لمشروعية المتعة لحتج به عمر لكان قال رسول الله هذه حرام لم يقل ذلك ولم يلجأ إلى الإجتهاد في مورد النص ترجمة نانسي قنقر